يا صباح الفل اهلا وسهلا فيكم يا احلى اخوات في الدنيا ان شاء الله تكونوا كلكم بخير اليوم نهاية الاسبوع وزي ما عودكم انا كتير بحب اعمال وصفات حلوة ولزيزة وتكون سهلة وسريعة في التحضير لنهاية الاسبوع عشان هيك حبيت اقدمي لكم هذا الحلل لطعمه عن جد جنان المجادير عندي جدا اقتصادية اكيد عندك طحين بالبيت هاتي كاسة لطحين وتعالي نحضر مع بعض على الزكري ما ممكن تكليها من غير اي تكاليف او اي تعقيد وفلسفة لو اول مرة بتشوفوا قناتي انا اماني وهي قناتي احلى الوصفات بتمنى انكم تشتركوا فيها واكيد باستنى منكم اللايكات والتعليقات في تنجرة على البارد بدي اضيف فيها اللتر من المية المية اللي انا استخدمتها مية عادية من الحنفية وراح اضيف عليها كوب من الحليب البودرة اكيد لو انت متوفر عندك الحليب السائل بتقدر تستخدمي اربع اكواب من الحليب السائل بدل المية واذا كان متوفر الحليب البودرة تحتاجي لكل كاسة من المية مع لجتين كبار من الحليب البودرة وراح اضيف عليهم ثلاث ارباع كاسة من السكر السكر الحبيبات العادي حالاتها هيك بتطلع معاك كتير مزبوطة لكن اذا بتحبي تزيد الحلاوة معاك لحد كوب كامل من السكر وراح اضيف عليهم كمان 8 معالج كبيرة من لطحين ححركهم على البارد قبل ما احطهم على النار بهاي الوصفة ما احتاج اني اضيف النشا النشا بيعطينا مطة خفيفة فانا ما بديها تكون موجودة انا بدي كريمة ناعمة ويكون طعمها كتير لزيز بدي احركهم كتير منيح على البارد بعد هيك بدأ احطهم على النار قبل ما تبدأ تسخن معايا بدي احضر الصينية والبسكوت عندي انا هنا صينية البايركس بتقدر تستخدمي اي حجم بناسبك وممكن كمان تعمليها بصينية اللي هي متحركة القاعدة رح اصف البسكوت حاولي انك ما تخلي فراغات في الصينية عشان تكون عندك طبقة كاملة من البسكوت فيها وما رح اشربها بحليب او اي اشي لانها رح تدوب معايا طبقة البسكوت وتمتص من سخونة الكريمة اللي رح اضيفها عليها اكيد ما بدنا ننسى الكريمة من انضلنا ايدنا فيها ونحركها كتير منيح عشان ما تصير فيها كتل وتضلها كريمية ونعمة بعد ما بدأت تغلي عندي رح اضيف عليها الفانيليا او اي مناكة بتحب تضيفيه انا ما حبيت ان اضيف ماء زهر او ورد لانه رح يغير عندي النكهة فضيفت انا عندي مغلفين من الفانيليا يعني تقريبا حوالي معلقة كبيرة من الفانيليا سواء سائلة او بودرة بتقدر تستخدميها ووضيفيها زي ما انت شايفين انا بحب اضيف الفانيليا اخر خطوة يعني بطف الغاز بتكون عندي صارت الكريمة جاهزة بطف الغاز وبضيف الفانيليا وبقلبها مع بعضها كتير منيح فيها انا كمان خطوة اذا بتحبي انك تضيفيها هتعطيكي قوام وغنى للكريمة هاي انك تضيفي حوالي معلقتين كبار من الزبدة لكن بما انه الطريقة هادي اقتصادية وموفرة انا ما حبات اني اضيفها فطبعا اليك حرية الاختيار زي ما حكينا هانا البسكوت انا ما شربته رح اضيف عليه نصف كمية الكريمة رح يمتص منها ومتص خنتها وتطرى معايا حبة البسكوت شوي انا ما بديها تكون دايبة تماما بديها تكون مبينة ما بين الطبقات ليش انا اضيفت نصف كمية الكريمة لاني انا بدي اضيف كمان طبقة من البسكوت بتقدري هنا تعملي عدد الطبقات اللي بيريحك رح اساوي سطحها واوزعها على الداير والاطراف زي ما انت شايفها بدي اياها تكون مغلفة تماما ليش عشان بعد هيك هنعمل الطبقة الاخيرة فما بدي اياها تتسرب من الداير وتدخل على البسكوت من تحت وتخرب للشكل هالحين رح اضيف كمان طبقة من البسكوت وعليها باقي كمية الكريمة هاي الحركة كتير مهمة انك تهز الصينية عشان الكريمة يتساوي سطحها وتتوزع على الاطراف بشكل كامل بعد هيك بدي اجيب الفاكهة اللي انا بدي ازين فيها هذا الحلاء ايا فاكهة متوفرة عندك وبتحب انك تضيفيها اليك حرية الاختيار انا حبيت اني اعمل هذا الحلاء حلاء الرمان بما انه احنا بموسم الرمان فعندي انا كمية من الرمان الحلو فحبيت اني اضيفه وبضط عليه بايدي عشان شوية يمسك في الكريمة وهي لساتها سخنة بعد ما صارت عندي بهذا الشكل بدي اصيبها على سطح المطبخ تهده لانه الكريمة لساتها سخنة ما بنفع انه ندخل التلاجة وهي الكريمة سخنة فرح اسيبها حوالي عشر دقايقته ده بر التلاجة وبعد هيك ادخلها بالتلاجة ساعتين كاملين هذا الوقت بدي احضر الطبقة الاخيرة اللي رح اضيفها طبعا حسب نوع الفاكهة اللي انت استخدمتي رح اتحضر الطبقة الاخيرة يعني انا استخدمت الرمان فعشان هيك رح احضر جيلي بنكة الفراولة بما انه اللون احمر فما رح يزوت معي غير اني احضر جيلي الفراولة عندي هنا مغلفين من جيلي الفراولة بحطهم بصحين ورح اضيف عليهم كاسة من المي المالية اكيد طريق التحضير الجيلي النباتي بتختلف عن الجيلي الحيواني انا هانا استخدمت الجيلي الحيواني واتبعت الارشادات الموجودة على العلبة لكن انا حبيت اني اجلي الكمية المية عشان تطلع معي الطبقة اجمد فانا ضفتها على المغلفين كاسة من المية سخنة ضروري انها تكون مية كتير سخنة ومغلية واحركها بشكل ممتاز اذا انتم لاحظين اذا حركناها وما انتبهنا انه في قطع من الجيلاتين او حبيبات من الجيلاتين موجودة فيها فهذا الاشي مش كويس ومش لصالحنا لانه ما رح تتماسك بشكل كامل فضروري انك تحركيها كتير منيح لحد ما تختفي عندك حبوب الجيلاتين او ترسبات الجيلاتين الموجودة للجلي لاحظوا هنا القوام كيف تغير معايا وصارت عندي شبه شفافة وحبيبات الجيلاتين والترسبات بطلت موجودة بعد هيك رح اضيف عليها كمان كاسة من المية الباردة انا حتى اضفت فيها قطع من التلج عشان تتماسك معايا بشكل ممتاز بحركها وبصيبها على سطح المطبخ لحد ما تطلع معايا صنية الحلة انا هيك طلعت صنية من التلاجة وحبدي اضيف عليها الجلي الجلي طبعا صار بارد بدرجة حرارة المكان بضيفه بهدوء وبحذر شديد عشان ما بدي اياه يختلط مع طبقة الكريمة او حتى انه يدخل من الداير على الطبقة اللي تحتوي يخرب للمنظر طبعا انا هنا اضفت اعتلت باع كمية الجلي هادي والربع حطيته في كاسة واكلته بنتي صحة وعافية على قلبها ما شاء الله عن جد طبقات الحلة هادا ولا اروع منها رح اسيبه في التلاجة حوالي ثلاث ساعات لحد ما تتمسك عندي طواقة الجلي وبعد هيك هبدأ في تقطيعها شوفوا جمال المنظر ما شاء الله تبارك الله طبقات البسكوت مع الكريمة عن جد ولا اشهى منها والرمان ضاف على الجمال هادا لون وطعم ونكهة بجد رائعة هذا الحلع عن جد من اربع الحلويات اللي عملتها حلويات البسكوت دايما بتكون لذيذة لكن هذا الرمان اعطاه نكهة ودته في عالم تاني شايفين جمال الطبقات من جوا طبقة البسكوت عشان عملناها طبقتين مع الكريمة طبقتين واكيد زيناها بحبات اللولو من الرمان مع جيل الفراولة طعم ولا اشهى بتمنى انو الوصفة تعجبكم وتجربوها وحكولي رأيك وتعليقاتك وكمان اذا حضرتوها ابعتولي صورها على الانستجرام عشان ازلها انا هيك بكون انصلت لنهاية الفيديو اليوم رح استنى منكم تعليقات كتير واشتراكات اكتر واكيد لايكات كتير كتير لكم مني احلى تحية من قناتي احلى الوصفات صحة وعافية